سنناقش في هذه المحاضرة بعض التفاعلات الأحماض الكربوكزيلية ومنها التفاعل الأول اختبار الحمضية للأحماض الكربوكزيلية حيث أن الأحماض الكربوكزيلية هي weak acids ويمكن اختبار هذه الحمضية بتفاعلها مع القواعد مثل هيدروكسيد الصوديوم أو هيدروكسيد البوتاسيوم وهذا التفاعل يعطي أملاح ذائبة في الماء كما في المثال تفاعل حمض البنزويك مع هيدروكسيد الصوديوم مع إضافة الماء لتكون ملح هو صوديوم بنزويت زايت ووتا أي ملح ذائب في الماء التفاعل الثاني للأحماض الكربوكزيلية هو تفاعل الاختزال Reduction of carboxylic acids حيث يتم اختزال الأحماض الكربوكزيلية بواسطة المثل Hydrate مثل Lithium Aluminium Hydrate LiAH4 قد تعرفنا عليه في المحاضرات السابقة يمكن لهذا العامل المختزل أن يختزل الحمض الكربوكزيلي إلى primary alcohol كما يتضح في هذا المثال الحمض الكربوكزيلي المتفاعل هو ثلاثة سايكلوبنتين Carboxylic Acid عندما يضاف له Lithium Aluminium Hydrate مع الإثر ثم يضاف الماء يتكون الملح الذائب وهو 4-Hydroxymethyl Cyclobentine حيث نلاحظ اختزال مجموعة الكربوكزيل إلى CH2OH لتوكف من الحصول ثلاثة مجموعة الكربوكزيلي إشارة مجموعة الكربوكزيلي الساعل